هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضية تومينية بمضبطات بلغت قربة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط قربة 14 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية تم دبط ما يقرب من ثمانية أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 388 قضية من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و110 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم دبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 34.5 طن أقماح محلية